اشتركوا في القناة من مشرك قريش وهو لا يتحرك عن ايمانه بالاسلام وامانه بالدين الحنيف وعن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ان اسلم سعيد بن عامر يعني كانت تأتي هذه الرعشة كلما تذكر انه في يوم ما كان يرى مقتر سيدنا خبيب بن عدي ولم يستطع نصرته في ذلك الوقت ما قصة الرعشة معي اول قصة في قصة الرعشة معي ان بعض الذنوب التي كنت ارتكبها وانا صغير كلما اتذكرها الان ارتعش رعشة جعلت من بعض ابنائي يقولون ابي ما بك ما بك ما بك عندك سرع الى اخر لان طبعا الله سطر سبحانه وتعالى العباد في هذه الدنيا فلا بد ان نستر انفسنا قل نقف امامه يوم القيامة مستورين باذن الله فاصل طار الحليم الرعشة التانية التي كانت تصبني هو رعشتين الاولى كنا نسكن في الحلمية في شارع الشيخ محمد شاكر ووقع نصية حارة مع حارة عبدالله باشا عزت فكان وجهة العمارة على الشارع العمومي اللي هو عش عبدالله ومدخل العمارة على الحارة وكان داخل الحارة في اتجاه اتجاه للشمال لبيوت قديمة واتجاه للميني بيوت اخرى ايضا قديمة موجودة وفي يوم من الايام سمعنا صراخ رجل ورجل يخرج من بيته والنار في رأسه والنار في ملابسه محروق فصقها هرع الجميع وفتحت الشبابي والنوافذ وخرج الناس ليتفئوا هذا الحريق على رأس هذا الرجل وانا كنت طفل صغير اشاهد هذا المنظر الذي ما زال يؤلمني حتى يومنا هذا ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل كان رجل مريض وكان متزوج لامرأة جميلة فائرة فيها كل عنفوان انوسة للمرأة وتعرفت هذه المرأة على رجل آخر قاد يعني لا اريد اتحدث في العلاقة بينها من اما عرفهاش فقررت هذه المرأة ان تحرقه في هذا اليوم لكي يموت ثم تذهب وتتزوج الرجل الآخر طبعا وكادت له هذا الكيد ولكن الله سبحانه وتعالى فضحها فامسكت المرأة وحبست ولا ادري القضاء ماذا فعل فيها كلما تذكر قصة وراء وشكل هذا الرجل وهو يحتلق امامي ارتعش رعشة كرعشة سيدنا سعيد ابن عامر حينما خزل سيدنا خبيب ابن عدي في نصرته قبل اسلام الرعشة الاخرى كنت اوانا صغير اذهب لمدرسة اسمها مدرسة الخدوية وهي كان مدرسة سنوية كبيرة من اواء المدارس السنوية في مصر لم تكن هي الاولى في مصر وكان فيها ملحق بها ملعب كرة كبيرة زي ملاعب الاندية الكبيرة كنت دائما ما اذهبناك لأشاهد الدوري ما بين المدارس السنوية بعضها البعض وفي يوم من الايام او ذات يوم مخرجت من هناك ومشيت على الشارع اللي طلعنا على شارع بورسعيد وانا ماشي في الشارع ده لقيت طفل صغير جميل بيلعب قدام دكانت جده والطفل ده يعني وكأن الجد هذا يعني الله واعلم بكلهم دلوقتي هما فيهم الاثنين اتى به لكي يعني يعني يحتفل به في الدكان وكان هذا الجد عنده دكان للأساس واتت الشاحنة الكبيرة شاحنة كبيرة الليها اربعين طن دي وكان الطفل يلعب والجد منشغل بالشاحنة والجد منشغل بالشاحنة فتراجعت الشاحنة يعني للوراء والطفل يلعب وما كان من عجلات الشاحنة الخلفية أن تدهس الطفل ولا يتبقى منه إلا حذائه وجزء من قدمه شهادت أن هذا المرض نربو أنا أتحدث إليكم أهل أرتعش هذه الرعشة هذه الرعشة هذه الرعشة التي مدرت تهزني بعد ستين أو أكثر من ستين عاما على حدوثها وذلك تأسيا هذا شعور 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 المشاعر داخل إنسانه عجزة عن أن ينقذ طفل عجزة عن أن ينقذ رجل عجزة عن أن يخطئ في هذه الخطيرة التي تكتسلم عنها من قبل معكم لذلك فالخلق هنا إن الإنسان لا ينتظر إلى أن يموت الشخص أمامه بل يهب لنصرة هؤلاء الناس أو ينقذ هؤلاء الناس كي يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة هانئة وهذه رعشة سعيد بن عمر تحدث فيه وإلى الآن أكلمكم عن حرق الرجل وعن موت الطفل الصغير وقزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة